درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر واجد نبيل من قناة دروس ببلاش فابقوا معنا إزايكم يا حلوين أعزائي طلاب وطالبات تاني عدادي النهاردة الفيديو الرابع في الوحدة الثامنة جزء الأول كان الكلمات مفردات تعبيرات أجزاء ريدنج أجزاء ليسنينج النهاردة جزء الجرامر صيغة الأمر أو امبراتيف هنحل تدريبات على جزئية هذا الجرامر هنشرحه بعدين نحل تدريبات وبعدين تدريبات عامة على الدرسين الثالث والرابع في أول تعليق أسف فيديو هتلاقي رابط اضغط عليه هاي يوصلك لقيمة تشغيل أو بلايليست يكون فيها كل الفيديوهات السابقة نبدأ مع بعض يا مستر واجدي بيج 88 صفحة 88 في كتاب المعاصر عندي لانجوج لغة عندي صيغة الأمر النهاردة درس سهل جدا وبسيط جدا وهنحل تدريبات كتير عندي الفورميشن الفورميشن اللي هو التكوين أو التركيب صيغة الأمر باختصار كده إن احنا بنبدأ الجملة الأمرية المثبتة خلا بقلك المثبتة دي دائما بفعل الأمر بفعل في المصدر بدون تو يعني اقول لك تيك تيك يعني خذ جو يعني اذهب تشينج يعني كم بتغيير أو غير ست داون يعني اجلس اوبن افتح كلوز افل وهكذا يبقى الفعل اللي فيه شكله الأول سادة من غير زيادة بدون أي إضافات بدون أس بدون إي أس بدون آي إي أس بدون آين جي بدون إي دي بدون آي إي دي وهكذا طيب بنستخدم صيغة الأمر إم تبقى عندما نريد أن نخبر شخصا ما أن يفعل شيئا يعني أقول له اوبن ذا دور مثلا ماقولش اوبن ذا دور ماقولوش اوبنينج ذا دور ماقولوش اوبن ذا دور لأ بأمرو بيعمل حاجة معينة بقول الحاجة في صيغة إيه في المصدر المصدر السادة من غير زيادة خلي بلك إنهو عند تشوب تشوب ذا توميتوز يعني قطع مثلا إيه الطماطم يبقى قولو تشوب مش تشوبس ولا تشوبينج ولا تشوب لا الفعل فيه شكله الأول تشوب ممكن نستخدم صيغة الأمر برضو لإعطاء التعليمات أو نصيحة يعني قم بتسخين الفول في المية إلى أن يغلي يبقى أنا عندي هنا أقوله هيت قم بتسخين ماقولوش هيتس ماقولوش هيتنج ماقولوش وهكذا ماقولش أي تصريف آخر التصريف الأول خلي بلك كل ده في المثبتة نيجا مستر واجدي في المنفية كل اللي أنا هعمله أحط كلمة don't في الأول وبعد كده نفس الفعل في المصدر أقول don't add don't go don't read don't open don't close يبقى أقول don't خلي بلك أواع تقول didn't أواع تقول doesn't أواع تقول isn't أواع تقول أي حاجة أنت عندك don't plus infinitive don't plus infinitive don't plus infinitive خلي بك أنا قلتها ثلاث مرات يبقى عندي don't add don't play don't go don't read وهكذا طيب ما تيجي مستر واجدي إيه ده ده الدرس طلع سهلي جدا خلي بالك أهو ويعني ما كملناش خمس دقائق شرح بجد ما كملناش خمس دقائق شرح وبعدين كده ندخل على التدريبات choose the correct answer from ABC or D عندي number one طبعا الكلمات دي أو الحاجات دي آآ آآ عندي page 89 89 يعني آآ صفحة 89 عندي number one خلي بالك كل ما قابلك يعني الكلام ده كله قلناه في الفيديو اللي فات اللي هي كات أجزاء خلي بالك أنا عاوزك يعني ايه تحل بذكاء كده وانت بتشتغل chopping في آآ انجي to chop مش هينفعتوه قبلها chops فيها اس يبقى ايه بطريقة الاستبعاد يبقى انا استمع ده كله ونمسك دي نقول chop number two نفس الكلام used space the knife to chop the vegetables يعني عايز اقولك استخدم السكين عشان تقطع للخضروات used لا يوزز لا يوزز لا يا مستر يوزز في شكله الاول use قم باستخدام طبعا عشان فان جي عرفت ان الدرس سالة اهو عندك number three wash some beans and space them in a pan يعني آآ اغسل بعض الفول وكزا خلي بالك عطف مضارع على مضارع مصدر على مصدر بقى خش في العطف بقى في العربي wash some beans and put لا عشان فيها اس to put لا عشان فيها to putting لا مصدر عشان فيها ان جي يبقى ان دي put number four space full مدمس with warm bread عايز اقولك قم بتقديم الفول مدمس مع العيش السخنة ده في كده الجميل ده to serve لا serving لا الياسي service لا عشان في اس الله سأل جدا عندي serve full مدمس with warm bread number five space to eggs in a bowl آآ with little bread يعني عايز اقولك اخفق او قم بخفق بالطين في السلطانية كده مع شوية ايه لبن اولالين beat beat beating 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 خلاص بقى يا مصدر وقدي هي ايه beat خلاص احنا تشطرنا بقى عارفين بقى number six space make noise at the library لا تفعل او لا تسبب ضوضوء متعبيرش زاوشة في المكتبة يبقى النافي او وعتقول doesn't ازعل منك او وعتقول didn't ازعل منك وعتقول as it ازعل منك don't خلي بالك تقعد تكتبها كده هو بالخط العريض الطويل اللي هو d o n apostrophe t يبقى عندي هنا doesn't don't didn't aren't يبقى هنا عندي don't make noise number seven pour the eggs into the frying pan and space them in the butter طبعا خلي بالك برضو دي عطف فعل امر على فعل امر يبقى put pour the eggs into the frying pan and cook them in the bar طبعا عندي هنا في اس عندي في اين جي عندي في اي دي لا خلي بالك انا عايزك تركيز لقوي في الجزء التاني من الفيديو اللي هو حل التدريبات عامة على الدرسينا الثالث والرابع number eight space eat many sweets they are bad for your teeth خلي بالك متأكلش كتير من الحلويات ده اوه مش كويس عشان صحتك ولا علشان سنانك كمان doesn't lack a mister doesn't lack a mister hasn't man nفعش خالص يبقى هنا اقول ايه don't eat many sweets they are bad for your teeth نكمل مع بعض يا ميسر number nine don't space salty water خلي بالك ما تشربش المية الملحة من البحر الاحمر او البحر المتوسط خلي بالك يبقى don't drink drinks drinking to drink to drink لأ drinking لأ عشان فيها نجي drinks لأ عشان فيها اس يبقى اكيد don't drink number ten space heat olive oil for too long time يعني ما تسخنش يعني الزيت الزيتون ايه لفترة طويلة يبقى النفي بقى يا ميسر خلاص بقى عرفنا وتشطرنا محدش يغلط خالص اللي يغلط انازع منه جدا ومش اقول اسم في الفيديو اللي عايز اقول اسم في الفيديو زي تلت عديد كده تلت عديد ومنساجمين او بصراحة يعني عايزكم زي تلت عديد كده اللي عايزنا اقول اسمه في الفيديوهات ممكن يكتب لي في الكومنت كده ونقول اسمه وبجمعهم كده في كشكول كده ورقة كده هو يعني فيه ناس بتحب اقول اسمها للمتابعين الجيدين واللي بحس ان فعلا بيستفيدهم الفيديوهات طبعا هنا عندي بعد كده عندي نابر 1 يعني اطفل الكهرباء قبل ما تنام بس ما نفعش يا مستر واجد لازم اقول بعد كده طبعا تعزف الاس نفس الفكرة نابر 2 طبعا لازم ديتو بعد كده ما تغليش يعني الزيت اكتر من مرة خلي بالك طبعا هنا منفية بس النفي مش بهذا الشكل ما فيش حاجة اسمها يبقى لازم اقول هنا من فضلك قم باضافة بعض زيت الزيتون على السلطة يبقى دي ما تنفعش اشيل الانجي فطبيعي هتبقى اد نابر 5 زي ما تلمس الاسلاك الكهرباء خلي بالك ايه مستر ازاي ينجبها بعض يبقى 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 نابر 6 قم بعمل الواجبات او التدريبات بعد المدرسة اه يبقى مفيش حاجة اسمها يبقى الفعل في المصدر هنا ايه دو دو اكسرسايز افتر سكول نابر 7 لا تقوم بتقطيع الفواكه طبعا هنا ناط يبقى لازم ما تنفعش ناط لازم تقول ايه بعد كده لما المية تدغلي كده هو سبيس تورنز اف دا ستوف ستوف اللي هو يعني البتجاز هنا يعني ايه في البتجاز خلي بالك ان هو يبقى تورنز ما ينفعش تورنز يبقى لازم اقول ايه تورن بعد كده نكمل جنرال اكسرسايز اون لسنز ثري ان فور طبعا دا بيج اه انا معي الكتاب اه سواء نشوف الصفحة كام معلش يعني بيج ناينتي تو صفحة اثنين وثنين طبعا السؤال دا بيكون السؤال الثاني في الامتحان بيكون عليه آآ عشر آآ في عشر تبادلات عندي عندنا عشر تبادلات عندنا خمس فراغات والسؤال دا عليه خمس زراجات طبعا زي ما بقول لتالت عددي بقول لتاني عددي بقول لأول عددي دايما تقرأ المحادثة كاملة بدون حل علشان تعرف تفكر كده وتخمن هو مين بيكلم مين وبيتكلموا عن ايه وكده عشان تقدر تخامل اجابات عندي هنا طرامة اس بي يبقى موجودة في كتاب المدرسة للأسف اللي هو في طلبة كتير ما بيستخدمه كتاب المدرسة عندي complete the following dialogue سارة and اسيل are talking about healthy food يعني سارة واسيل بيتكلموا عن الطعام الصحي فسارة بتسأل اسيل hi اسيل ازايك حبيبت عاملة ايه هتسألها سؤال فاسيل بتقول لها i'm reading about i'm reading about healthy food الى اقرأ عن الطعام الصحي اكيد قالت لها او بتسألها انتي بتعملي ايه او بتقري ايه بعد كده سارة هتسألها سؤال تاني واسيل بتقول the food that contains all types of food يعني الاكلة او الطعام اللي هو بيحتوي على جميع انواع الايه الاطعمة يعني اكيد ده اكيد بتتكلم عن healthy food طالما هنا بتقرأ عن healthy food اكيد تسألها ايه هو ال healthy food ما هو ال healthy food بعد كده صار can you give me some examples of healthy snacks ممكن تديني امثلة عن الوجبات الخفيفة الصحية ايه هي هتقول مسلا كزا عند كزا يعني هتقول حاجة معينة او اتنين بعد كده great is sugar good for us هل السكر كويس علشان اكيد طبعا مش هتوافقها تقول لها لا احباب تنموا ليه sugar is not good for us يا اما sugar is bad for us الاتنين صح بعد كده هتقول لها what do you think of fast food طب ايه رأيك في الوجبات السريعة الوجبات السريعة اكيد هتقول لها طبعا ده شيء غير صحي طبعا هكتب لك الايجابات باللون الازرق وبعد كده الاسئلة باللون الازرق في الخمس فراغات نبدأ مع بعض high asile طبعا هنا تسألها ماذا تقرأين what are you reading now what are you reading now ماذا تقرأين الآن فردت السيل اتلا I'm reading about healthy food طبيعة تانية مش عارفة healthy food فتسألها صار what is the healthy food what is the healthy food فعادت تعرف لها asile in the healthy food the food that contains all types of food بعد كده سارة بتقول لها can you give me examples of healthy snacks طبعا قلت لها ممكن حكتين الhealth snacks اللي قال لوجبات الخفيفة الصحية قالت ممكن fruits and vegetables fruits and vegetables خلي بالك ممكن تكتب اجابات مختصرة بس تكون صحيحة بعد كده سارة great is sugar good for us هل السكر كويس علشان اكيد هتقول لها لا فلما هتقول لها no sugar is bad for us او ممكن تقول لها no sugar is not good for us سارة what do you think of fast food طبعا انت رأيك في الوكبات السريعة دي ايه طبعا اعتقد هتقولي I think it's unhealthy I think it's unhealthy والسؤال دي علي خمس درجات نيجي بعد كده للسؤال التاني choose the correct answer from ABC or D خلي بالك دي تدريبات عامة على الدرسينا الثالس والرابع number one don't space the tomatoes too small ما تقطعش الطماطم كده صغير اوي 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 خلي بالك دونت ايه لسه مستر وجد احنا في نفس الفيديو من حوالي من ربع ساعة يا دوبك من ما كملناش نه ربع ساعة داخلنا عن ربع ساعة هو يعني قلنا don't زائد المصدر don't chop سلا don't chop don't to chop don't chop يجيب don't eat chop number two how about خلي بالك how about ما رايك فا ماذا يعني ديد الاكسوبريشن ده بييجي بعدك جيرند جيرند دلو الفا لمضاف how about خلي بالك having has have had what about ايه what about having number three only eat space food don't eat canned food يعني فقط تغذأ وكل يعني اللي هو الاكل بقى ما تاكلش المعلب بقى ممل طبعا لازم تاكل eat fresh food number four who space food at restaurant a waiter عايز اقول مين اللي بيقطع ما عرفش ايه الفود مين اللي بيقدم الاكل في المطعم الى a waiter chops beets add service طبعا يعني service يعني يقوم بخدمة كذا او بيقدم كذا اللي بيقدم الاكل أنا ما بحبش البيت المقلي بحبه مسلوق بقى طبعا هنا ايه boiled يعني مسلوق طبعا الفروت والنطس ده خلي بلك يعني ثعابين خلي لسه كنت بشرح النهار ده في المدرسة و لازم واحد يقول ايه لازم تكون عارف الفرق بين snak and snakes طبعا snaks اللي هي الوجبات دي الخفيفة عندي snak كان ثعابين عندي snales اللي هو الحلزوني وبعد كده عندي صوت الملح طيب عندي هنا لازم نقول snaks يعني stealth snaks الوجبات الخفيفة بعد كده number seven space eggs are eggs that are months or years old خدناها دي اللي هو بيد القرن خلي بالك يرجع الفيديو اللي فات year month century week دي طبعا century century eggs number 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 eight the teacher asked the people to space their books out of bags المدرس طلب من الطلب ان يطلع القطب من الشرنة بتاعتهم make their books out give their books out take their books out do their books out يعني خرقوا القطب من الشرنة بتاعتهم نكمل مع بعض number nine humans البشر الناس have 210 space in their bodies في 210 eyes اكيد لا ears اكيد لا bones ممكن اللي العزام يعني hairs طبعا لا هنا bones بعد كده number ten space stop trying you will learn from your mistake mistakes طبعا لا تتوقف عن المحاولة خلي بالك لازم انت تعلم من اخطائك doesn't can't don't didn't طبعا هنا don't don't stop trying بعد كده number three complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets طبعا عندنا number one don't space heat butter for too long خلي بالك ما فيش حاجة اسمه don't heat سام ستر يعني ما تقدمش الاكل او الطعام في اطباق مكسورة يبقى not serve مش حاجة اسمها not serve او don't serve don't serve بعد كده number three دي قولناها حتى من شوية يبقى لازم الفعل في المصدر سادة من غير زيادة بدون اي اضافات بدون ing فهنا هتبقى بيت قم بخفق بيضتين number four always خلي بالك دائما كزا اضف olive oil to salad يبقى always يجي بعدها برضو فعل في المصدر يبقى هنا always خلي بالك ما تقول يا مستر وقدم هي add مصدر في two قبلها يبقى always add always add بعد كده write an email of about 90 words on والكلام ده مجابعا عنه في نهاية الكتاب صفحة 229 to your friend sami to describe to him how to make an omelette خلي بالك هتكتب له ايميل your name is rida اسمك rida and your email address is rida at gmail dot com بعد كده your friend's email address is sami at gmail dot com على القناة خلي بالك في اكثر من فيديو how to write an email or how to write a paragraph كده انتهينا من الفيديو الرابع الدرسينا الثالث والرابع التقي بكم في فيديو جديد الفيديو الخامس ويونت 8 لسنز 5 and 6 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر